السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم السابعة مساء من أعماق الظلام واليأس يولد دائما شعاع أول ضوء وفي غمرة المحنة يولد أيضا شعاع أول ضوء كلمات دائما ما كان يقولها الكاتب الراحل عبدالوهاب مطاوع ونحن كذلك إماننا بالأمل لا حدود له وسقطنا في الإجتهاد لا مفر منه التنوير والتوضيح والتسقيف والتوعية من مهامنا الأساسية والتي نأمل أن تكون في كل بيت مصري برنامجنا هيضم فقرات متنوعة ما بين السياسة والاقتصاد والثقاف وهيكون هدفه الأساسي المواطن والوطن معنا اليوم الدكتور إبراهيم المغربي رئيس الجمعية العربية الأوروبية للتنمية المستدامة وحقوق الإنساء شرفتنا دكتا ازاي حضرت عايزنا نعرف عن الجمعية العربية الأوروبية ونعرف نشاطها وأهدافها هي الجمعية العربية الأوروبية دي التنمية المستدامة وحقوق الإنسان كالفكرة من الدكتور هشام فريد أمين العام الجليات المصرية بأوروبا وخبير الزراع البالوجية فإحنا أسسنا بدأت سنكا هي بدأت على أرض الواقع 2019 بأول مؤتمر كان عن الزراع البالوجية التنمية المستدامة جيها الدكتور هشام فريد من هولندا وحضره مستشار الرئيس السيسي الشؤون العلمية الدكتور ياسر عب حكم وخامير تنمية بعدو البرنامج الرئاسي للشباب الدكتورة مية سعيد وكان مؤتمر ناجح بكل مقيس ده نابع من صالون تحيا مصر اللي هو فرق أحد فروع الجمع العربية الأوروبية تنمية السيسي حقوق الإنسان فإن شاء الله في الشهر القادم الدكتور هشام هيجي من هولندا هنأمل مؤتمر عن دعم السياح المصري طب إيه يا نشاطاتها ويعني النشاط اللي بتكون بيه وبتهدف لإيه يعني الهدف من إنشاءها هو الهدف من إنشاءها رعاية الفقراء والمهمشين وزاو القدرات الخاصة والأيتام وإسكاء روح الصداقة بين الشعوب العربية والأوروبية ودعم الغاني للفقير ده بتمولها حضرتك بتمولها من أعضاء يعني الأعضاء والما اللي بيكمه بتموله هي من العدويات والعايز يعني أنا السنة اللي فتتناه الدكتور الشام فريد ومسشارة هارجاد شن المؤتمر بتاع زراع الولوجيات التنمية المستدامة على حسابنا الخاص إحنا الثلاثة يعني عدوات ما كفتش إنك لسة بدأة والعدوات ضعيفة يعني فالهدف هو زي ما حضرتك قلت كده التوعية والتسخيف هدف مصر التنوير ده أساس يعني تقع الشعوب بجاهل شعوبها فأكيد فوتسقط بجاهل شعوبها فعملية الإعلام والتنوير والتسخيف ده مهم جدا على أساس التنمية والتقدم والأخذ المصاري الصحيح في الاعتبار عرفنا إن في فرقة جديدة للجمعية في أستراليا ممكن نعرف أكتر عنها إزاي أو تم التواصل بين مصر وأستراليا إزاي أو هما قبلوا الفكرة إزاي هو فيه دكتورة أمال خلة دية مصرية من الرئيل الأول اللي هاجرت لأستراليا سنة 2002 وهي عندها يعني انسيدر اللي هو مرض انتماء للوطن كل سنة لازم أن تيجي شهر 12 تيمشي في شهر واحد تقضي جزء من شهر كامل في الشتاء في مصر هنا ووطنية جدا ودائمة للدولة المصرية بطريقة يعني ممتازة فتواصلت معها وقبلت أنها تفتح فرق هناك لأن الفكرة عجبتها طيب صالون تحي مصر والتنمية عايزنا رفع عنه تفاصيل وعلفي يعني مؤتمرات أخرى ولا تكتفي بذلك لا ده احنا بنعمله ندوات ان شاء الله هنعمل برضو تحت صالون تحي مصر ثقافة التنمية والجمع العرباء الأوروبيل تنمينا مستدومة كل إنسان الدكتورة ولا شابانة أمين عام المرأة والطفولة قدمت فكرة وهنعمل لها مؤتمر إن شاء الله قبلتها ولنبرهيم الخميس الدكتورة إنسة عبد دايم على ساس سنة جسقاعة في دار الأبر المؤتمر عن دور المرأة في محاربة الإرهاب وتأهيل الطفل ومكافحة الفكر المتطرف هي والمهندسة هلا ردوان المرأة بالقاهرة والأستاذة منحل إيه أهدف الجمعية اللي بتخص المرأة؟ أهدف المرأة نصف المجتمع بل المجتمع كله دا أكتر الأعضاء في الجمعية من النساء وحضرتك هي اللي بتأهل زي ما قلت لك كده الفكرة كانت رائعة بتاعت الدكتورة ولا شابان يعني المرأة دي هي اللي بتأهل الطفل إنه يكون قائد في المستقبل فالتوجيه الصحيح والتنوير والإعداد الجيد بيؤدي إلى توليد أجيال قابلة للتنمية المستدامة وقبل الفكرة نفسها فكرة التنمية المستدامة دي صعبة للفكرة بما إن عنوان الحلقة حكمة السيسي وصدمة الغرب كيف صدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرب؟ كان على غير المتوقع بعد صورة تلاتين ستة الراجل اتخذ مصار غير المتوقع خالص اللي هو؟ إنه هو موضوع التنمية المستدامة وملتفتش بالحوليه خالص مهما يقول انقلاب مش انقلاب محطش في دماء خالص هو بعد صورة تلاتين ستة زي ما شفنا تلاتة وتلاتين مليون مواطن طلعوا وفعلا يعني كانت صورة نجحة وبعد يومين من الصورة يعني في تلاتة يونيو عمل خريطة الطريق حضر فيها البابا تغدرس ومهسل الأقباط وشيخ الأزهر عن المسلمين والدكتور مخيون عن حزب النور يعني عن الريديكالية الفكر الريديكالي ودكتور محمود بردي يعني الفكر الريديبرالي جمع جمال أطياف أطياف الشعب وجمال اختلاف واتخذوا قرار بين رئيس المحكمة الدستورية العليا دكتور عدلي منصور يمسك رئيس لمدة سنة فترة انتقالية وبعد كانت تقامل الانتخابات وقامت الانتخابات اللي كانت مصر قبل تلاتين ستة كان وضع وبعد تلاتين ستة وضع تاني حقيقة هل حضرتك مؤمن بنظرية المؤمرة وحروب الجيل الرابع؟ طبعا مصر مستهدفة من 1919 من أيام سايكس بيكو ووعد بولفور وكلنا طبعا تماسك المصري الإسلامي القبطي في مصر ده يختلف عمقية العالم الأب سيرجيوس رفض مقابلة كوتشنر وقال لك يموت الأقباط وتحيا مصر وزار 49 مسجد على رأسهم كان المسجد الأصهر والأب كريلس من بعده البابا شنود قال لك وطن بلا كنايس البابا شنودة البابا توادرس قال لك وطن بلا كنايس أفضل من كنايس بلا وطن وبعد حرق 54 كنيسة كان دي بداية المخطط إن إشعال الفتنة بين الأقباط والمسلمين فهو قال لك وطن بلا كنايس أفضل من كنايس بلا وطن وكانت النتيجة ورئيس السيسي طلع أمر القوات المقدة أمر الهيئة الهندسية القوات المسلحة بإصلاح 54 كنيسة وكانت بداية طبعا عندنا بنجوريون لما 1154 نحن لا نعتمد على قواتنا اللي امتلاكينا القوبلة النووية بل لتفتيت الدول المجاورة لإسرائيل ليس الدول العربية ليس بزكائنا بل نعتمد على غاباء الآخرين فطبعا مصر الحمد لله هنا حكمة السيسي هنا امتاز بالزكاء والحنكة غير التانيين بص العراق بص سوريا اتفتتوا لطواقف ونحل ولكن يعني في البعض من الناس يقولك يعني ايه هو حصل تنمية وكده ولكن في غلاء هو لكل شيء ليه ضريبة يعني انا من جيشنا نقبه في امان بننام في امان ولا انا بنقب من زبالة ولا بنقعد على الحدود مستني ان يعتفوا علي الأمم المتحدة والأمم السيف انا قاعد في بيتي نايم اكل شارب نايم وعايش عيشها في امان الامن والامن ده ليه ضريبة يعني ايه وبعدين انت يعني عايزه هو يجيب الأمسترال والسخي اه خمسة وتلاتين وكل السلاح ده كله وتنمية مصادر السلاح والاتجاه للشرق ومع الفرقطات الايطالية والبرجيميني كل ده ازاي يعني ما انا لازم ان نتحمل اديك حضرتك شفت اللي حصل تركيا والصراع على الغاز وبتاعه وليبي الراي نساب له خط احمر ولحد الوقت ما اقدرش يقرب ليه عشان هو نحن نملكه القوة اه فاني لابد نصبر اه التنمية المستدامة عباء ايه الفرق بين التنمية المستدامة والتنمية الغير مستدامة هو بتعبير بسيط كده التنمية العادية يعني واحد عايز يعني يعني بيصرف مصرف يوم ما بيبصش للمستقبل اللي عايز يأكل ويشرب وخلاص ده اللي هم بين صحابه الحمد لله هو الرجل افعل الانفاق بتاعت الارهاب اللي كانت في سينة وعمل بدلها انفاق التنمية ربط سينة بالوادي اه ست انفاق يعني تكلفتها عالية جدا تتعدى الخمسة وخمسين مليار اه المستقبل. لكن في بعض من الناس برضو بيقول لك يعني الطرق والاحيات بيتي وكل ده يعني ما اثر علينا على وضعنا المادي والمعيشة. معلش اسمح لي يعني هي الطرق. يا هو انشأ. يعني هو انشأ طرق. ارباح تلف وخمسمائة كيلو. اه. اضافة. فيه طرق دولية. فيه طرق في ريوي زي ما قولهم. فيه ستة حرات في الطريق. بص الالمانيا نمت وتقدمت به. اه. بالطرق دي. اه. الطرق دي. بانتهى الطريق. ما كانش ممكن يبقى. بأسر المسافة بيوفر البنزين. اه. ما كانش يمكن اه تدريجيا يعني اه نبني الحياة دي تدريجيا مش يعني بالسرعة دي او بالقوة دي. هنا بقى هنا الصدمة اللي قلت لك على بتاعة صدمة السيسي هنا. اه. كان هم متوقعين ان هو هلتفت للحواليه بتاعه الاخوان والارهاب. لا. ساب الارهاب والاخوان اللي هم القيادات الامنية والمسئولية الامنية على الجيش والشرطة. وهو ركز في التنمية المستدامة والمستقبل. اه عمل مدن مع علامة وزكية. زي ما شوفنا في العالمين الجديدة والجلالة وآآ يعني مدن على احد اسم الجيل الخامس. مش الجيل الرابع. دي كلها بتستويب عبالها. يعني انت تخيل انت ان العمال قدية في البناء والتعمير دي. اه. فما ما ما تاخدش الناحية دي ما هي دي. اه. 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 سانيا اه الا التعليم. كنا من مرتبة ال 14 بقنا المرتبة دلوقتي ال ال 60. اه. الكهرباء. كنا في 87 بقنا ال 19. اه. لدرجة الناحية. احنا من الكهرباء كتير جدا. شوف قبل قبل 36 كان شكلية وبعدها. اه. كان عندنا النور ده. اه. كان بيجي خمس ساعات او ست ساعات في اليوم. دلوقتي احنا عندك وفر في الطاقة بمعدل 45 في المية. يعني من 27000 ميجا. كان قبل اه. 36 حالياه 54500 ميجا. اه. يعني انت عندك وفر في الطاقة جامع. تمام. ما هي نتائج اه صور ال 36? نتائج صور ال 36 الاستقرار. اه. وفشل مقطط التقسيم. كان م م م مخطط لمصر الدين تتقسم لاربع دول. اه. سيناء ووووو. مين اللي كان هيكون بازا المقطط. الإخوان هي السهونية العالمية اللي هو مقلب الخط يعني مقلب مقلب الخط اللي هو كان الخطة دي موضوع سابق بيرنارد لويسو 1983 وكملها برجينيسكي مستشار رئيسي الأمريكي اللي هو ريجان وعلى اساس تأسيم مصر يعني انت عايز تقول ان الإخوان زراع زراع سهونية العالمية يعني هم من قعدوا هذه الفكرة بتوليهم رئاسة الحكم ايوان وكان على اساس التنازل عن جزء من سيناء للغزة وغزة توباء على اساس إسرائيل يعني التوسعات الإسرائيلية طب وإيه الواجه اللي استفادة من الإخوان يعملوا كده يعني ليه هيستفادوا من كده مسلا هي عقيدة عندهم كده هم عندهم ما عندهمش الوقت اللي تايل للوصول للسلطة والحكمة بس ما عندهمش الوطن هو ما قبل كده المرشي بتاعهم قال تصدف الوطن عقيدة لا دينية ولا انتماء وطني ولا ولا المعدل العالمي للطاقة في وفر خمستاشر في المية دي طاقة مهمة يكون المعدل العالمي يكون وفر طاقة مستاشر في المية بالفعل احنا عندنا خمسة واربعين في المية حضركك تقصد ان احنا عندنا فائد ما هو الاختلافات اللي تطرت على مص يعني ايه قبل تلاتين ستة وما بعد تلاتين ستة يعني فيه ناس تقولك يعني احنا كنا عيشيه اه فيه ناس تقول ما بعد تلاتين ستة الغلاء والأسعار اه فيه امن بس يقولك فيه غلاء شي دي هو ايه الفرق عشان المواطن يحس بيه يحس ان فعلا انه انه هم انتقلوا من مرحلة سيئة الى مرحلة ايه اعظم واقوى هو هنقول له حضرتك عشان كده صعوبة التنوير المستدامة وفهمها لان احنا فعلا نفتقر الى التنوير من ناحة الفرق من التنوير المستدامة والمعدلات العادية او اللي هو قاعد يعني لا ده على عائد زي ما كنا عايشين قبل قبل خمسة عشر يناير كمان كان هو خمسة عشرة في المية يملكوا السلطة ويملكوا المال وتسعين في المية لا يملكوا شي يعني هم شغالين يعني اساد وعبيد يعني كان تسعين في المية ملكوا عشرة في المية من المال في مصر الوضع اختلف حاليا انت الرائل بيديك ملكية عامة بيعمل بيبني بيأسس دولة جديدة يعني اللي ما يشوفش معلش يعني هو هنا هنا الصدمة اللي قولك عليه فلابد ان البناء ادم الاعلام يوجه ان في تجربة زي ماليزيا اهتر محمد قعد من بدأ مع عهد الرئيس مبارك 1982 تولى ماليزيا هو رئيس وزراء شوف بدأ ازاي بدأ بالتنوير المستدامة وخلى الجيش بقى يستعين بالجيش انا اهدافي كذا كذا هم ينفذوله انا عايزك عشان نحقه كذا لابد كذا هم ينفذوله فالشعب تعبت معاه 8 سنين على شف العائد فص ماليزيا بانيزيا في مهتر محمدية بقيت السابع في العالم اقتصاديا من نمور السابعة دولة معدل دخل الفرد وصل 8000 دولار سنويا بعد 8 سنين مع ان الاول كان يوقف المرتبات وكان يعني مسابة المرتبات وبدأ من فرض ضرائب برضو بس كان بانا ماليزيا خلها وسنغافورا يوكوالي وراويندا خمسة عشرين سنة على ما كان العائد زي مش رويندا حاليا ما تقدرش تخش المطار بكيس بلاستيك ممنوع الشعب يوم السابت بيطلع يكنس في الشارع كله وزير وغفير اللي كانوا بيقاتل بعض اللي هم كانوا كقابلتين في رويندا يعني بايه بالتنمية والتنوير والثقافة والالام بعد خمسة عشرين سنة بقت من اكبر الدول ده هي رائعي نادي لفربول وبتعمل بتطلع الدور الانجليزي ويعني رويندا فاحنا عايزين نصبور شوي يعني بالصبر يستطيع الانسان ان يقترف من الماء بمصفاه فازبور على الرجل ده اه بس المواطن هنا عايز ايه اللي يخليه يصبر يعني اه عايز يحس من الدولة ايه اللي الدولة هتعملوله عشان يصبر فوحي يقولك انا اصبر بس ماذا بعد هو الجيل الحالي من منه يتحمل عباء التنمية وده لازمة عشان اجيال عشان ابنائنا هو بيبني بلد للجيل الاجيال القادم فانا لابد ان يتحمل ما هو اسكان دلوقتي احنا الاول كان اللي واحد منتظر الشقة بخمستاشر وعشرين سنة دلوقتي انت فستطشر بتقدم بيجيلك شقتك اهي نعم علي شوية بس انت اشتغل في دفاعية بحف بحفزك انك تشتغل وانك تسد قصاتها وفي كزا نوع من القصات حسب كل دخل كل فرض فدي تشوف انت عندك مليون شقة ما حصلتش مليون شقة في خمس سنين ده كان بيعمل لنا الاول ودي الجميع الاطياف ولا الفعب اه فيه في كل مستوات يعني علم موظفين اه اه ولا الجميع الاطياف وجميع الطبقات بشارط انك تقدم الدخل اه وفيه بمقدمة عالية في الاول في البداية عشان الاستقباء خفيف عشان تموظف ويعني لا تتعدى تلاتين في المئة من دخل الموظف القصات اه يعني متاحة اه بس فيه فعا تيجي تقولك ان احن اللي هنملك شيء يعني ما يملكش هزا المقدم او هزا يعني الاساس يولك يعني البنك الاسكان العقاري بيمول وبيتقصد عليه ايه الطريقة هو بيقدم بس لو بدي مقدمه بسيط يعني مش ما هو بيقدم بيديله خمسة عشرين الف جنيه بيكمله وبيقب على عشرين سنين ما هو البنك سيادتك عايز ضمنها ما هو لازم ان يقدم ضمنها اطلاقه ما هو مش صاحب شور في ناس ما لا تملك شيء ما عايزة دعم الناس الطبقة البسيطة دي عايزة تحس ان فعلا ان هما بيجوا عليهم حاجة برجع لهم حاجة من هذا ايه التقدم وان هو مستحمل اعبال البلد تتقدم عايز يحس بيه عشان يعني يقف مع روليته ويبقى سعيد بيه هو الدولة الوحدة مش هتقدر صراحة احنا نبص النموذج الالماني الامريكي العالم كله ستين في المئة من موازنة الدول ايما على منظمات المجتمع المدني والجماعات الاهلية جماعات الاهلية فده اللي انا ابتديت فيه انا الدكتور الشام فريد ان احنا نبدأ بجماعية اهلية تكون مربوطة بالعالم العربي اللي هو الغني يدعم الفقير اه يعني تبقى من طبقة بالدعم الفقراء من الاغنياء من اصحاب الاعمال اه فابتعندك يا ان شاء الله رجال الاعمال اه فهيخش ناس من كده هتشارك اه وهتشيل هتساهم في الدولة في ايام الاعياد المناسبات كل ده لازم ان يخفع الدولة اللي بيفتح مصنع لازم ان يبني جنبيه مدرسة اه لازم ان يبني جنبيه اسكان للناس العاملين اللي فيه هو العالم كله بيعمل مساعدة الطبقات البسيط هم اللي يجل مساعدة الطبقات البسيط اه وعشان ينمو كمان هو يعني وين وين هو يكسب ويكسب اللي حواليه يعني يعني يكلش لوحده اه يعني فده ان شاء الله خير قدام يعني كويس اه نرجع للفرق اللي في استراليا بالنسبة يعني العيد علينا ايه اه من ضمن اهدف الجمعية اه الصداقة بالشعوب والرحلات والصفر اه انا مصر دي عايز ندعمها من ناحية السياحية فالدكتور امل هتجيب رحلات هتتعمل افواج ويتيجي تزور مصر لذلك انا سمح الاخر المكلمة معانا الازدس خير الله من القايرة اتفضل يا فند اهلوش سلام عليكم اتفضل سلام عليكم يا فند اتفضل يا فند دلوقتي حضرك انا قاعد في حتة السماء الثلاثة الخمسين شارع الخليفة بالقلعة اه انا قاعد في هودة الهودة دي بتوع علي قلت للحكومة يعني قالوا اللي عمل محتر عمدت محدة في اسم الخليفة اه وم شافوا الهودة وصوروها قالوا الدولي جواب اروح بالحي اه روحت ايه قال لك يزبوه الاسبوع التايب بقاليك لاني الشهرين وطلت شهور حضرك محدش جايب بس علينا انا ومراتي وبنتي وامي عايشت في هودة دي جد اه يتابع تسمع الاوهاف ايه وامي حضر لنا حضرتك اعمل بيه ماشي شكرا لحضرتك رسلتك وصلت وعناش للمسؤولين يتابعوا سيادتك والسيد المحافظ نرجع لموضوعنا الفرع اللي في السطور دي زي ما قلت لحضرتك كده هو هيداع عني بالافواج السياحية بس هو أنا مطلوب من وزير السياحة اه من وزير السياحة يعني شكاوى اكتر المصريين في اوروبا واستراليا وامريكا ان هما بيجوا السياح عندنا اكسبنسف شوية غالية شوية فهم عايزين بيدعمهم هما الشباب شوية بس عايزين يدعموا كمان نفسهم الجيل الاول بحيث ان هما عايزين يجيبوا اصدقائهم العرب في اوروبا اه واصدقائهم من بلاد المنشأ اللي هما الوطن اللي معاديين فيه اللي هو في النمسا في استراليا في انجلترا في فرنسا عايز يجيب الناس دي اه ايه اللي هتقدمهوله ايه الترغيب يعني هو انت عارف هما مزيينها عندنا احنا الماديات دي بنتسهيل شوية في المصاريف بتاع النفقات لا هو بيهموا بحسبها بالزرط بالسنت بحسبها بالزرط اه فانا عايز نقعد مع شركات السياحة ووزير السياحة ان شاء الله الدكتور خالد زيناني ممتاز جدا من الناس اللي الممتازة جدا يعني قابلته مرة رجل صاحب فكر ورجل اه ليه رؤية كبيرة يعني فان شاء الله نقعد معام بحيث ان نشوفه وسيلة لدعم الناس دي وترغيبهم في زيارات لمصر يعني في الاجهزات اجهزات الدراسة والاجهزات الصيفية اه علي سيتم انشاف روع بيننا وبين دول العربية مثل الامارات السعودية تم بالفعل في السعودية والدكتور عصام محمزة بخش هو دكتور وشاعر وهو مسك مكتب السعودية وفي الطريق لمكتب السودان الدكتورة صباح وفي احمد الجنابي هيمسك مكتب العراق وحاليا مصممة الازياء حنان رافي في الجزائر بتتواصل معايا ان تشوف شخصية جزائرية تكون امتازة تفتح فرع في الجزائر تسمح اللي اخد المكلمة استاذ يوسري استاذ يوسري استاذ يوسري استاذ يوسري سلام عليكم اتفضل سلام عليكم اتفضل عليكم السلام اذا قيل لك السلام عليكم فرضو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي مدخلة بالعمل تقنى الأمم ونحن عندنا في مصر والله ما في بطالة احنا فيه عندنا شغل في المطالح يكفي مصر أد سكانها ثلاث مراقل فإحنا عندنا شباب شباب مدمنين نوم وكفاتريات وقهاوي يقول لك انا عايز شغلانة تناسبني عايز اشتغل بستة الاف جنيه في الشهر يا اخي تم ما تشتغل بألف ونص لحد ما تجيلك الشغلانة بستة الاف جنيه ما هو انت كده كده الشهر اللي راح منك أبو ألف ونص لان اخي نتعود تاني حتى لو اشتغل وربنا يعلم صدق نيتك هيبارك لك بالألف ونص انا والله من زوى الاحتياجات الخاصة انا بكاليكم زوى الاحتياجات الخاصة عندي شكوى بسيطة ليه احنا فوقنا يعني انا مثلا كمعاق ليه سيارة في الدولة انا عشان محتاج باخدها ببيع وراءها ليه شقة عشان محتاجها باخدها ابيعها ليه ما يسنش لنا قانون ان احنا ناخد السيارة مدى الحياة ونمجي على ان احنا لا يغز لنا بيعها مدى الحياة وناخد شقة ببلاش ونمجي عليها ان احنا من بيعاش مدى الحياة وتوظف وظيفا كابت لئبيا روحها ما تلقش اعود واخد حقها كمعاق حق معظوم ارجو من السيد الرئيس وانا والله بعز واحترمه يا سيادة الرئيس انت والدنا واخونا الكبير وانا مواطن اسم يسري محمد روبي اناشدك انا والله منزول الاحتاجات الخاصة والله لعندي وظيفة ولعندي شقة وانا بربناديك لانك راجل محترم ورجل انسان من الطراز الاول شكرا لك شكرا لك سيد ورسالتك وصل نرجع للفرع اللي تم انشاهها في السعودي الفرع اللي تم انشاهها في السعودي مسكو الدكتور صام حمزة بخش وهو ان شاء الله يعني هيشوف اللي هو الناس اللي ممكن تساعد الفقراء في لبنان والسودان ومشاكل لبنان كان الله بعونهم ويعني هتواصل مع الفروع اللي تفتح في السودان يقب هو تواصل مع الدكتورة صباح ويمون يبعت هو الناس اللي عندها فائد بدل ما بتترمها في الاكل ده زيادة الكابس والحاجات دي هو حيتصرف في طريقة كده واللحوم انها توصل هناك وزكاة المال وبتاع انه ممكن يساعد الفقراء والمهمشين في الدول العربية ده اللي بنقوله يعني زي ما مشكلة الغني الشبال الغني والجنوب الفقير اوروبا والهجرة الغير شرعية بسبب كده فان شاء الله احنا هنحل مشاكل العربية العربية مع بعض والتواصل كده يعني بايه حكومة الظل لجمع الدول العربية بالتفعيل على المنظمات المجتمع المدني انها تكون اهدف صادقة زي الرجل ما قالك كده ابدأ ببسيط وابدأ كبر نفسك واحدة بواحدة فاحنا نبدأه كده اي واحد مع فائد مالي بتاعي جمعوا في رقابة من الدولة على اي حاجة تيجي لده انتو خدوا ووزعوا انتو بنفسكم شوفوا اللي جاي ووزع انت بنفسك هاتلي عدوا من الشؤون الاجتماعية يرائب ويوزع بنفسه المعاونات اللي تيجي وفي مصر ان رجال الاعمال تتساعد في الجامعات دي يخشوا بعدواش رفيعنا ما عنديش مانع اي هو الدكتور محمد ابو القلين رجل الاعمال ده رأي الممتاز ويعني بيساعد ييجوا يساعدوا من تحت امرهم هو يجيب من عنده هو يوزع بنفسه انا عندي كشفات في انحق مصر بالفقراء والمهمشيين المعدميين عايز بس اللي يجيب واني ناخده من ايده كده يقول له هم تروح الناس محتاجة عش نتعلم ايالها ايالها ممتازين جدا مش عارفين وديك شفت اللي الطفلين اللي ماتوا متجوع دول اللي حاليان طالبين المباحث منياب مع والدهم والدتهم تبسلتك كيف ترى رؤية عشرين ثلاثين يعني شايفها ازاي عشرين ثلاثين مصر اريد ان نوضح للمواطن يعني ايه الرؤية البعيدة لان المواطن عايز يعرف ماذا بعد يعني عشرين ثلاثين احنا نروح فيه عشرين ثلاثين مصر هتكون القوة السادسة في العالم بس عشان نكون صادق معك هتكون هي والسعودية والامارات والبحري ده اربعة دول هيمثلوا قوة متماسكة متربطة الفين تلاثين هيكون رؤية تانية تكون اقتصاديا هتكون مصر يعني هتقود الاربعة دول دول هي تكون القائد بتاعهم معدل النمو بتاعها هيكون هيعد السبعة في المية هيكون عندنا فائد في كل شيء وهيكون معدل الدخل مرتفع جدا ده قبل الفين تلاثين كمان يعني البشار الحمد لله في الغاز والبترول والتنمية المستدامة من الاسكان يعني احنا كنا بنبيع المتر في البحر البحر الأحمر والغردقة وفي العالمين بخمسين يرش دلوقت المتر في العالمين ده مش بالمصر باليورو في الابراج الجديدة بتحجز باليورو بألفين يورو المتر في الجلالة واللي هو مدينة الجلالة والاسماعليا الجديدة والصورة وكبار حضرتك والمنصورة الجديدة ايه اهم مشروعات والعصوم الادراج الجديدة يعني ايه اهم مشروعات عشرين ثلاثين اللي بتطلع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مخطط ربط نهر الكوغو بالنهر الأبيض بالنيل الأبيض بس ده بعد حل مشكلة سد النهضة والحفاظ على حستنا ده مخطط هيعمل بالتوازي مع النيل ده هيعمل فرع تاني اللي هيجي من من النهر من بحيرة الكوغو مئة مليار كيف ادرى مشكلة تصد النهضة يعني احنا نوصل فيها لآخر ازاي هتتحال الرئيس عنده حل سياسيا ام عسكرية والله والرئيس بيفضل بيفضل الحلول السياسية ما عم تلاكوا القوة يعني يعني في أي وقت يستدعي يستخدم لكن هو صبور جدا زي ما قلت في بداية الحلقة كده بالصبر يستطيع الإنسان يقترف من الماء بمصفاء ازاي يعني استنى على الماء ما تتجمد وتتشيلها في المصفاء مش هتنزل منك فالراجل صبور يعني لكن هو مصر على حفاظها على حستنا في المياه وحل المشكلة طب ايه النصائح اللي تقولها للشباب اللي يستفيدوا من الإنجليزات اللي بتتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والله الشغل مش هجيلك لحد عندك زي ما قال الرجل السعي اه السعي هو اللي ربنا قال هل الإنسان إلا مسعى وأن سعى صوفرة تمام فهو يعني يسعى يعني مش شرط ابدأ بأي شغلة ابدأ ابدأ شوف الغرب بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ما فيش عندهم اللي هو اللي زي مابوها زي ماري اللي قال لك ستة تلاف جين انا عال في البيت ونهي اه ومستميش شغل يجيلي اللي على مزاجي اللي بستة تلاف بسبعة تلاف اه ده وبعدين لقي بقى الأب والأم فيه هنا عشان كده هنا التأهيل قلت لك عاملوا مؤتمر لأب والأم يدي له مصروف وبتاعد على الكافية وبتاعه في الصيبر ومش حاسس بالدنيا ويجي قل لك مش ومسك موبايل بخمس تلاف جين مش فاهمين احنا عايزين نصيح ان هم يستفدوا من الانجازات ازاي نعاهل الشباب للشباب نعاهل الشباب ان هم يستفدوا من الانجازات دي يفكر فيه طيب يمكن انسان مش عارف يفكر فيه فاحنا هندينه نصيح ازاي يفكر يكتسب من هذه الانجازات طيب تمام هو ان شاء الله الفكرة انت اوحيتلي فكرة اننا ممكن نعمل تدريب وعادة تأهيل الشباب على حرف تاني هو المجال بتاعه ما فيش فرص عمل فيه نشوف المجال تاني نشوف المجال تاني ونضربه على ذلك نشوف المجال تدوير له وعادة تأهيل له ونعمل تأهيل ليه لمدة ستوشهر بعد كده خش سوق العمل نوفر العمل بس انا محتاج برضو ايه تدريب من وزارة القوة العاملة ان تديني الناس اللي اتدرب كده والمصانع والشركات اللي ممكن يتدرب فيه ياريت التوعية كمان تشمل الكورة الكورة طبعا مش مش مهملة بجد يعني بس هي عايزة يمكن الشباب القروي اكثر جدية في العمل والسعي طب الحب للشباب الموجودون في الكورة النصائح اللي تقلمها له برضو اشتغل اشتغل ايا كانت الشغلة اشتغل في البداية وبعد كده من شغلة تشوف وضع تاني افضل بس مهم انك تكون ماسك شغل ما تقودش يعني تسعة تسعة وقرش على قرش بيعمل قرش وبعد كده دور القرش اللي جي لك اه لكن ما قدش ما فيش خارج وانت شغال برضو دور القرش في اي حاجة تانية وانت شغال اه طب كيف استطار اسعب الفتاح السيسي التخلص من الحكم الاخوان يعني ازاي ادري يتخلص من هزا الحكم هو بعد صورة تلاتين يعني هو كان ناشد في فترة الاخوان ناشدهم لان هما كانوا عاملين كان دايما يخطوه ولك اهل وعشرتي وانتم انتم من هو بخيط الشعب يعني فطبعا الرئيس السيسي كان وزير دفاع ما كانش قدامه غير من الحزل الكتلة الصلبة من الشعب اللي زي ملتلك المسلمين والاقباط اه وما انفعش اننا نعمل الاهل وعشيرة وبتاع الفتنة نعمل فتنة طائفية اه فطبعا هو كان استعلي التقسيم زي هو لت حضرتك كده في البداية اللي هو مخطط برنارد لويس وبرجينيسكي فالرجل خاد الخيوط بسرعة وانتبه بسرعة و لذلك عامل خريطة الطريق اه وماشى بينا بر الامان السنة دي وفخلال السنة دي 2014 احسرها وجاهز لها الحلول والبدائل بدليل ان هو زي قلت لحضرتك مشكلة الكهرباء كانت الكهرباء ما بنشوفهاش في الريف اه وفي القاهرة كانت بتقطع بال12 ساعة حل مشاكل الكهرباء حل مشاكل خلص منا ازاي اه يعني كيف تخلصنا بمشكلة الكهرباء ايه اللي احنا عملناها تعاقد مع شركة سيمينس اربعتاشر تلات محطات اربعتاشر 1400 ميجا اه اللي هي في العاصمة اه عمل اه اه الطاقة الشمسية بنبان 2000 ميجا عمل يعني الرجل الاستثمارات ضخ استثمارات عشان كده ما تسعلوش او تقولش بقى احنا مش قادرين لابد استحم ضخ استثمارات تعدد 600 مليار في الكهرباء في الطرق 175 مليار يعني ما تحسب كده في خلال ال 4-5 سنة فاتت تريليون جنيه اطبال حضرتك لابد انه نزبر ونتحمل اعباء التنمية لان هو مش هيجي وقت وفي المستقبل كمان في محطة اللي هو ارامكو اركو باور السعودية تنشيها ب2000 ميجا وفي محطة الحمروين للفحم 6000 ميجا بالاضافة ل4200 ميجا المفاعل النوي الرجل يعني انت عايزي اكتر من كده شغال الطرق زي ما تلحظون تك 4500 كيلو المدن الجديد عمال بيبني الانفاء سينة حطت فيها لوحدها 500 مليار حال استثمرت في سينة بصري الجلود الرخام الرجل حافظ على ان ما عادش فيه تصدير مواد خام كده لابد من قيمة وضافة لها وعقد بمناسبة سينة ايه التطورات الاخيرة التي حدثت في سينة يعني في ناس كده انا متعرفش ايه التطورات اللي حدثت في سينة يعني ايه التطورات اللي الدولة قدمتها في سينة من كهرباء لان كده سينة ليس فيها حياة حضرتك سحرة تسرب من دية من ايام الستيناء مكنش حد قادر يعدي ميا لسينة حاليا بيعدي منها مئة الف متر يوميا مياه صرف على جزء من مياه التاني تحليه قلك دية بتسعت التنمية الزراعية والصناعية الانفاء كان نفق واحد نفق الشيدة احمد حمد كلنا طلعنا وكبرنا عليه بتقف العربات بالستة سبع ساعات عشان تعدي دلوقتي عمل لك ستة انفاء انفاء سيارات انفاء اه طرق اه سكة حديد بتجهز انفاء ستة انفاء يعني يعني انت عايز اكتر من كده اختصرت من فوق تعليم من بورسعيد بورفؤاد لحد اسماعيلية هل تم انشاء مدرس في سينة اه مدرس كتيرة ومدن كمان في بقر عبد باني مدينة اربح تلاف خمس تلاف وستمائة واحدة يعني شغال على كل المحاور الاسكان والطرق والزراع التنزرعية كل يعني سينة ديت ان شاء الله تقبى يعني قدام مستقبل كبير وفيها يكون فيها عائد كبير منها يعني كيف يمكن حل مشكلة البطالة في مصر مشكلة البطالة في مصر دي عايزة برضو تكاتف من الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الاهلية ومشاركة شعبية عن طريق يعني انا لو قلت مثلا كل واحد بيعمل يتنازل عن نص في المية من دخله اللي هي تعادل خمسة جنية في الألف لا تذكر كل شهر وتعمل صندوق عانة البطالة الصندوق ده مش هنددله السمكة هنددله السنار اه ازاي خلي الدولة برضو ترقب علي باستعمل كده انا مستعد اه مستعد ان نقول لهم عالفكرة يعني 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 الافكار جت والد الصندوق ده هوت زي ما قلنا بداية الفكرة نص في المية يعني المية جنيه في اعتبر نص جنيه اه في الألف تجمع خمسة جنيه اللي من رتبه عشر تلاف جنيه هيدفع خمسين جنيه اه مش حاجة في الشهر هتتجمع الفلوس دي ها في صندوق يتعمل بينه مصانع تمام المصنع هشغل عماله انا شغلت ناس الدخل بتاعه هيخش في الصندوق تاني بعد ما انا وفرت فلس عمل وبياخدوا مرتبات هوت وما كافين الفلوس تخش في الصندوق ترد اللي الصندوق اللي مويني صح؟ يبقى ايه في حلقة بتولد كل ما تجمع فلوس وما وعد تستهم بيها يعني يعني زي ما بقول البندران تتقول لا تستهم بعدوك مهما كان حجمه فكمن بعضة هزمت فيه لا نعتبر وانت لو انت اعتبرت الخمسة جنيه دي بعضة بالنسبة للألف بالنسبة لنا انا هكبير بالنسبة لانسان اخر حياة اه تحي حياة اي وحياة اه فيريت الفكرة دي تيجي احنا بالتوازي مع الدولة كمنظمات مجتمع مدنة كلها وتقبى فكرة تمشي في كل المؤسسات الحكومية والمصانع الخاصة ويقبى فيها رقابة من الشؤون الانتمائية وقوى العاملة والتضامن انه اهو طلع الكل موظف ايا كان ابو الف يدفع خمسة جيم هو فيش اقل من الفين الفكرة جيدة ولكن لكن تحتاج الى وعي وتسقيف وتحفيز لهذا الشهر تحفيز والنزع الانانية نحب مساعدة الاخرين ايوان ما هو ده اللي بنقوله نحن نحب مساعدة الاخرين التنوير والتسقيف والاسكاء روح الولاء والانتماء للوطن وللكل يعني انا بتعمل يعني ما فيش منع نبصر غيري ايه تماما ليه يعني الواحد بيه كده قدامي في الاشارة لو مع واحد يدي لا يا عم مش عايزك تدي الناس اللي بتتسول ما تديش المتسولين ادي ادي في السندوق ده ادي في السندوق لاني السندوق تقدر تحزم وهتوب عارف رأي فيه وهتشوف حاجة على أرض الواقع بتفيد المجتمع وتحيي بنا آدم اه تحيي يعني اللي بيشتغل ده بتحيي بتبنينه مصنع بتبني مزرعة عندنا الصحرة كبيرة هيتو ان شاء الله المياه هيبقى فيه فوقت في المياه عندنا اه وزع وزع اراضي بعد كده والناس برضو يبقى فيه جزء منها يرد للسندوق ابني مصانع ابني شركات اعمل عربيات زي مأنس الريسي كده اللي ودي للشباب والعائد بتاعها يخش للسندوق بعد ما هو بيكتفي وبياخد حدد له مرتب وهو زيادة زي اي السياسة زيادة السنوية بتاعت الموظفين بس تكون على مستوى الدولة ككل تكون خلع بتخص وقتع عام وهيئاته مؤسسات نصف المية من كل دخل كل واحد من اجمال دخل تمام تخيل ان والله العظيم هيكون هتعمل طفرة جبيرة وهتحل مشكلة البطالة ها عايزين نرجع للجماعات تانية للجماعيات تانية فيه نشاطات جديدة ومؤتمرات جديدة يعني بتتضلع لها في المستقبل للجماعيات هو ان شاء الله مؤتمر زي قلتلك مؤتمر دور المرأة في محاربة الإرهاب وتأهيل الطفولة تأهيل أطفال لمكافحة الفكر المتطرف والمؤتمر التاني يكون دعم السياح المصري فانا حاليا بنسع دا في القاهرة إن شاء الله أنا من البحيرة بس بنية على طول دائم في القاهرة على أساس المؤتمرات والتنصيق ما بين الوزراء عشان جاهز للمؤتمرات دي ايه أبرز الموضعات اللي يعي ناكشها المؤتمر يعني المؤتمر هيتكلم عن ايه حتكلم عن خاصة يعني خصوصا الأطفال ما هنا انت بس زي ما بقوله المثل عندنا ما نشبع على شيء شاب عليه أنا عايز نخلي الطفل والبنو الشاء دول إن شاء على على فكرة الانتماء والولاء والوسطية في الدين للإسلام والمسيح إنهم أمل مستقب آه والبعد عن الفكر المتطرف نهائي آه إن ربنا قال لكم دينكم ولا دي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر ولو لو شاء الله لجاء لكم أمة واحدة فيعني قبول الآخر ده في قمة الإسلام ده هو أقر الإسلام وخبر حضرتك يعني إنما فكرة إننا زي ما شفنا كده العصبية في فرنسا وفي نوزيلاند ده زي ده بالضبط يعني ما تكلميش انت عندهم ده المتطرف فكرو آه عشان ده تطلع قال لكم أتنين اللي هم مدرسين أو بتاع ألولو أو خد بالك أو زملات أو ناس كبيرة غلط ده إيه إنساكورة في أفكار معين لكن لما تتربي الطفل على كده من وهو صغير على إيد الأم يقب ده هتضمن ضمان في المستقبل وتوعية مبكرة هيتطلع هيتطلع مصطف واعي هتأهله مصطف واعي وعنده كبوله لآخر آه ده الفكرة ايه الفعلة عمرية اللي بتنشدها المؤتمر هو أنا نبدأ بالأمهات الأول آه وهم هيبدأوا بقى ياخدوا الفكرة ويتطبقوها آه إزاي ما هي المسكة الملف الدكتورة ولا أشابانة هي والمهندسة هيرا ردوان والأستاذة مونة حلم بس أنا معهم يعني الفكرة الخطوط العريضة شغالين فيها آه براه دلك بس نضمن القاعة بس أنا دكتورة ناس عبدالدائي ما عايز لقاع منها في دار الأوبرة الهناجر وطبعا تدعمنا بيها يعني مش مديا أنا لسه من أقدرش فربنا سهل آه طب بالنسبة للمعاشات يعني ناس كتيرا بتشتجن المعاشات الليلة وكده يعني هل سيتم تزويد المعاشات في فترة المقبلة؟ آه كان الأول كان قبل واحد كان قبل يناير 2020 آه حاليا الرئيس السيسي حتى كان قول المسك استغرب قال لك أنا نستعجب إن واحد يبقى مرتبه هو شغال خمس ستة ألف جنيه يطلع إلىهم ألف ومثين جنيه يعني فطبعا عشان كامل نعرفش يتعايش لأنه آه تعاوري على الستة لا ففي الألف ومثين فبيحصل له عاملية اكتئاب وحالة نفسية مش كويسة ولكن حاليا نتعدل في القانون يعني القانون الجديد إمتى الكلام الطبق من شهر واحد يناير يناير 2020 رفعت الخصمة التأمين المعاش خصمات النسبة حصتك إنت التأمين المعاش والدولة بتساهم بجزء حاليا اللي بيطلع بعد خمس سينية ناخد ثمانين في المئة من راتبه يعني بخمس تلاف درب خمسة في تمانية بلقي ياخد أربعة تلاف جيب وبالنسبة للصناعات يعني مص قادرة على الصناعة يعني واحد يقولك مثلا مص في يوم من الأيام هتصنع هتكون بصناعات ولا هنفضل نستورطه لحياتنا لا حاليا ما هو عشان كده الرئيس السيسي وضربة المعلم والحينكة بتاعه وصدمته في التعويم أنه قدر قدر رفع الدعم واخد بال حضرتك 2016 والشعب تحمل وتعويم الجنيه والشعب تحمل هنا بقى عملي التعويم الجنيه والدولار بقى حر وقفل الاستيراد بيجبرك يعني الحاجة سيد الاختراع بيجبرك عن أن أنت تنتج وبيجبر المواطن أنه هو يقتصد ويتعلم للدخار برهضرتك إنما إحنا ببتدينا ننتج وبتدينا صناعات كثيرة يعني صناعة الجلود والرخام وصناعة الأسماك والصناعات اللي هي تقيلة حاليا دخل فيها بالتعاون مع بلاروسيا يعني في يوم من الأيام مثلا أنا مصد تصنع سيارة؟ ده حاليا ماشي هو في السيارات الكهربائية عشان ينوفر في الطاقة زي ما قالت عدرتك استوعبه وحاليا برضو دخل الكتارات الكهربائية عشان يستوعب للطاقة الفائضة دي وصناعة الأنفاء بصر بقت بعد فتتح قناة السويس واستغل المعدات اللي عمل بقى قناة السويس الجديدة في الأنفاء وفي الزي برضو أنفاء القناة السويس المحاول الستة الأنفاء الستة وحاليا شغالة في أنفاء متر الأنفاء وحاليا في دول في الكوغو ودول كتيرة بيعمل سدود وشغالة فيها يعني من كل حاجة بيستفيد وبيستفيد كيف نتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع مبدع مفكر برضو بالتوعية والإعلام الهادف مش إعلام يعني إذا حضرتك كده لابد أنك تكون نفس الفكرة بتاعتك كانت بتولد على فكاره يعني وحنا متكلمه حالينا مشكلة البطالة بس يا رب التنفيذ إنما الإعلام اللي على طول يعني توق شو بتاعه يعني كيف نقنع المواطن ويبقى إنه عنده ثقة في الصناعة المصرية يعني فيه مواطنين كثيرين ما يسكوش في في الصناعة المصرية يعني في واحد يقول لك مصري حالة تركية طيب أنت شوف الصيني اللي أول كان شكلية شوف الصين وكن نقول له تايوان يعني مضروبه شوف تايوان شكلية دلوقت والصين شكلية الشعب الصيني تحمل أعباء التنمية المستدامة وتحمل فكر المستقبل لغتب ما بقت الصين دلوقت قوة اقتصادية الأولى في العالم اقتصادية تمام فهو ما كانش فيه واحد صيني اشتري المنتج الصيني فأنت اشتري المنتج المصري هتدعمه كيف نقنع هيقوم يقب فيه جودة بعد كده كيف نقنع المواطن بجوداته يعني معظم الناس يقول له المصي يقولك المصي مش هوت شهر شهرين هيخسر فأقولك هات تركي هات تيواني هات صيني هي عايزة بس دعم وعايزة رقابة الجودة تكون بتمارس باستمرار وفي نفس الوقت الدولة الدعم والمواطن يدعم بشيرها المنتج المصري ما هو يعني ازاي نخليه يسك فيه ما هو عايش شيء يخليه يسك فيه زي مولت لحضرتك هي تركابة الجودة هترائب المنتج من المرحلة الاولى الاخيرة اللي هو انبوت للاوت بوت براحل التنفيذ كله طبق معين رقابة رقابة الجودة المواطن نفسه يشتري بقى المنتج دي عشان دعمه وبعدين من الصناعات المصرية بتتصدر حلام في أفريقيا ودول الأسيوية كتير يعني بتستوعبها وبتشتري بيلي كيف وصلت مص الاكتفاة الزياتي في الزراعة يعني احنا الفترة الاخيرة وصلنا الاكتفاة الزياتي كبير جدا في الزراعة كيف تمت هذه العملية القيادة السياسية أمر بان يكون عندك والتكاليف قلت كمان يكون عندك في وزارة الزراعة معاهد بحوث لاستنباط وانتاج بزور وتقاوي تتمشي مع المناخ المصري والتربة المصرية ونجحوا قلت بالحضرتك وابتدى يشوف يهجم بالزبط وكل مناخ مناسبه لذلك بقى عندنا فقط وانتطربة ليه يعني مسلا هتيبها للزراعة ايوان اللي هو جغرافية بقى شغل علمي وزراعة البكالوجية بقى الحديثة دي اه مش زي الاول نزرع وممكن التربة ما تكونش هي مؤهلة للزراعة ليه فما تطلعش نا بقاش في عشوائي اه يعني الزراعة عن علم ايوان والموالح والفكهة يعني اه كلها نواح اه كيف تطرى العلاقات المصرية اه التركية يعني هي دايما انفعها مناوشاة اه كيف تطرى لأ هو دا صراع على الغاز وعلى دي من ضمن التركية الاخرى هي النفس الازرع السهي ومسونية العالمية زي ما شفت حضرتك كده يعني موضوع ليبيا والغاز وبتاعه الريس السيسي رسملوه خط سيرت الجفرة فصراع عشان كده هو كان الشعب بيستغرب انت عمال بتشتري سلاح امسترال وفرقطات المانية ومدميرات ايطالية وطائرات روسية طيب ما انا عرفنا هدفها ايه دلوقت ونفعت يعني هو لما رسمله الخط ما درش تخطاه ولا تعداه عشان ان ما اكتشف هو اول ما بدأ الغاز فهو الرئيس سدد كل ديون شركات البترو كانتش فيه تنقيب عندك ولا بحث السبب ايه عليك ديون الشركات دي ما بتسددهاش سدد ديون الاول جات الشركات زي ايه ايني الايطالية شركات كتيرة شلي الامريكية والبريطانية يوم بابتدوا ينقب والنسب بقى المتعرف عليها والعقود المواصيك الدولية في التعامل في النسب اكتشفوا حقل زهر وحقل نور ده بقى عائز حماية الغاز والمترو عائز حماية لابد ان فيه قوى تحميل قوى عسكرية اه فلذلك احنا تحملنا وحنتحمل وبنصبر وهنصبر عشان خاطر ايه احنا شايفين بانينا ايه اللي بينعمل لصالح الشعب المصر عشان كده يقول لك العائد قدام يعني زي مولتلك كده يعني مش هيتوبة في الجاعه ينبت يعني التنمية المستدامة بتاخد وقت فان شاء الله خير يعني انا متفائل شكرا لك وانا مع الرئيس السيسي في كل خطواته وقراته بالنسبة للامن المصري والقومي والعربي كمان يعني احنا قادرين على التصدي للتواغل التركي وبقوة اه لانك مش تركيا بس اه مش عايز نقولك في تلاتين ستة كان فيه معامرة وبتاع بس بصتوا لقوا الجيش المصري لان زي قلتلك الرئيس السيسي راعد بسرعة الاشارات وعرف لذلك كان هو هنا فيه مقالة تانية السيسي وانا جام من مخلب القط فاهم اللي قدام يعني راق يعني قرى المشهد بدري اه وتعامل مع بدري لذلك كان الجيش اما جوم لقوا الجيش المصري مش مش زي العراق ولا زي ليبيا ولا سوريا يعني احنا قادرين على التصدي للتواغل التركي وكل قوة مش تركية بس يعني اي حد اي زي ما قالك كده اي حد في العالم شكرا لك دكتور ابراهيم المغربي رئيس الجماعية العربية الاوروبية لتنمية المسلمة وحقوق الانساء اه نصحة اخيرة تقدمها للشعب المصري وخاصة الشباب هو انه نقول للشباب المصري اه يعني العمل ثم العمل ثم العمل يعني الكيس الفارغ لا يقف ثابت والحير المتحرك لا يمبت علي عجب انت اشتغل وابحث واسع واكتهد ربنا يا كريمك والشعب المصري اصبوره زي ما قلت كده مش هتطب في الجاعة وتنبت يعني 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 ها مش في يوم وليلة يعني اصبوره احنا عدنا تلاتين سنة ونودي بوزة نورتين لقي ده على عائد ما نصبوره شوي عشر سنين عدى ستة فضل اربعة وان شاء الله تشوفوا الانطلاق الكبرى يعني فالرأي اللي احنا شايفين بأننا بيبني وبعمر وبشتري اه اه ادوات القوة اللي تمكننا من وجهة اي عدو عسكريا عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا واجتماعيا نشوف مصر كانت ايه الاول ودلوقتي بقت ايه بقت عنصر فاعل ومحرك اساسي في الشرق الاوسط في العالم شكرا لك دكتور ابراهيم ناو ابتنا شكرا لك دكتور ابراهيم ناو ابتنا